أنا سمعت كمان بدون حتى زجرة أسمائها أنه في لعبين الشباب شاركوا مع فريرة ووداهم فرصة كبيرة وعظيمة بس في لعبين الشباب بعد ما لعبوا شوية بدوا إيه؟ عاشوا حلو أغلبوا وشوهم حلو خلي بالك طول بص أصلاً عدت أربع شهور معاه في اختبارات في بداية شغل في اختبارات اختبارات هو قصيدها وأنا مش أخذ بالي منها ممكن يقول لي إحنا عندنا اجتماع مثلاً أنا والمدرب العام لا استنى بره يعني بيحط هو طريقته هو راجل أطوز هل يشوفك هتتدايق ولا هتتناديق؟ كلام دا كان يتطبع على اللعيبة واللعيبة الموجودة دلوقتي يعني مثلاً يحط أسماء لعيبة أنت كريم داخل أن أنت عمل نفسك أن أنت أساس المباراة اللي فاتت وطلع نجمه فداخل نجمه وعيش في الدور فتلاقي نفسك بره الثامنطاشر انتباعه الشكل يبقى عامل إزاي؟ دا بيتحط تحت الضغوطات هيبقى يعني هو لي دراسة خاصة خاصة به هو فدي أنا يعني مع الوقت ففهمت هو بقى هو بيعمل إيه؟ فبعد كده اللعيبة لما تيجي تلاقي مثلاً لعيب أساسي يلاقي اسمه مثلاً من الصغيرين بره ونستسأل إزاي دا تلع بره؟ ممكن إزاي تلع بره؟ لا يروح بقى قوله لا روح المطش وقعد مع الفرقة ونحتفل مع الفرقة يعني السلوك تغير يعني هو نجح إن هو يغير في العادات التقاليد اللي إحنا متعرسينها من زمان إن أنا ما لعبتش وبوزي بتقيله بقى مش عارف إيه؟ لا هو دا ما فيش تكلم دا عنده طيب